اشتركوا في القناة نموذج في اللغة العربية فرض الفصل الاول لتلميذ الثانية متوسط النص بعنوان الاب نقرأوا النص الاب هو ذلك الرجل الذي تلبس حذاءه في صغارك فتتعثر من كبار حذائه وصغار قدميك وتلبس معطفه او نظارته فتشعر بالوقار والعظمة تشتهي نفسك الشيء فتطلبه منه فيحضره لك بمنتهى صغاره يعود إلى المنزل فترتمي عليه فيضمك إلى صدره ضاحكا منتشيا كأنه لم يكن يعاني مشاق العمل ونصبه واليوم في كبارك ها أنت تستنكف نفسك أن تلبس حذاء أبيك فذوقه قديم لا يروق لك تعاف ملابسه العتيقة وأغراضه الخاصة لأنها لا تعجبك وحتى أحاديثه صارت تشعرك بالقرف والإشمئزاز لم تعد شيقة ولا ممتعة فقد أكل عليها الدهر وشارب أصبح سؤاله عنك تدخل في شؤونك واهتمامه بتفاصيل حياتك بتأخرك أو غيابك عن البيت يصيبك بالحرج إذا تأخرت ليلة وانتبه القلق عليك وعاتبك حين عودتك إن فجرت في وجهه رافعا صوتك عليه وإذا رأىك بصحبة رفاق السوء فنهاك تضايقت من نصحه وأجابته هؤلاء صحبي وهذه حياتي فيلوذ بالصمت الكئيب كاتما غيظة لا خوفا منك بل عليك إن مشى بجنبك محدود بالظهر متفاقر الخطى تنائيت عنه ولم تسنده بقوتك وإن ألح عليك باستفسار ما بعد ما بعد أن ثقلت أذناه وأضعف العمش ضوء عينيه تجاهلت انشغاله وتصاممت علوا وبطرا لم يتمنى لك يوما سوءا ولا أن تشاك بشوكة وها أنت اليوم تتمنى موته لتستريح من عبئه الثقيل تحملك في ضعف طفولتك في سفه مراهقتك في نزق شبابك في عجزك ومرضك تحملك في كل حالاتك ثم ها أنت اليوم تجحد فضله كله وتأبى أن تتحمله في عجز شيخوخته وضعف هرمه النص من الأنترنت طيب سؤال أول بما كان يشعر الولد الصغير حين يلبس أغراض أبيه سؤال ثاني على ما يدل احتمال الأب المرهق لشغف أطفاله وتلبيته لمطالبهم ثالثا كيف صار الولد ينظر إلى أغراض أبيه حين كبر وعلى ما يدل ذلك رابعا ما هي مظاهر عقوق الولد ونكرانه لجميل أبيه الوالد في النص خمسا على ما يدل تحمل الوالد لعقوق ولده سادسا اشرح ثم ضع في جمل مفيدة منتشيا تنائيدا ثانيا اعرب ما تحته خط في النص تشتهي وتعافو تشتهي نفسك الشيء طيب لا يرق لك تعافو ملابسه كلمتين نعربوهم من النص طيب استخرج ثلاثة من أحرف العطف ثلاثة أحرف العطف أشكل الجملة المحصورة بين قوسين في النص كين جملة بين قوسين في النص ما انتبهت لهاش جملة بين قوسين في النص نعم وتلبس معطفه أو نظارته فتشعر بالوقار والعظمات أشكل هذه الجملة لاحظ هذا التعبير أكل عليها الدهر وشرب هل هو تعبير حقيقي أم تعبير مجازي ولماذا مع التعليل طيب وضح المعنى المراد من العبارة أكل الدهر عليها وشرب الوضعي الإدماجي لم تسمح لك الظروف أن تقدم لأبيك هدية بمناسبة عيد ميلاده ولكن حبك إياه وتقديرك لأفضله أم لا عليك عدم تفويت هذه المناسبة ولو بأضعف الإيمان فقررت أن تكتب إليه رسالة لتقرأها على مسمعه في السهرة العائلية أكتب ملخص بتصميم الفقرات لما أوردته في تلك الرسالة موظفا ثلاثة من أنواع الفعل المعتل طيب بارك الله فيكم التلميذ ممكن هنا يوقف الفيديو يوقف الفيديو ويشد وارقة ويحل ويصحح ويعود يرجع الفيديو للبداية يقر النص نحن نكمل الحل مباشرة حتى لا يكون في فيديو طويل كان الولد الصغير حين يلبس أغراض أبيه يشعر بالوقار والعظمة يدل احتمال الأب المرهق لشغف أطفاله وتلبيته لمطالبهم على حبه إياهم ورغبته في إسعادهم ثالثا صار الولد حين كبر ينظر إلى أغراض أبيه على أنها قديمة ومقرفة ومما تجاوزه الزمن ويدل ذلك على أن الولد عاق وجحود لا يقدر أباه ولا يحترم ذوقه ولا يعترف بفضله عليه رابعا مظاهر عقوق الولد ونكرانه لجميل أبيه هي ترفعه عن القرب من أبيه وشمئزازه من ذوقه والتحدث معه استنكاره لسؤال والده عنه واعتباره ذلك تدخلا في شؤونه الخاصة رفعه صوته على صوت والده التضايق من نصائحه وتوجيهاته الترفع عن خدمته ورفض مساعدته وتجاهل مطالبه خمسا يدل تحمل الوالد عقوق ولده على شدة عطفه وحبه وخوفه على مصير ولده طيب سادسا الشرح منتشيا معناه سكرانا مهتزة نفسه من شدة الفرح منتشيا معناه سكرانا عاد البطل منتشيا بنصره معناه نفسه تهتز تهتز نفسه من شدة الفرح طيب يروق يعجب لا يروق للوالد رؤية ابنه متسكعا بيجوب الشوارع تنائيت أي ابتعدت تناء الولد الصالح عن رفاق السوء الإعراب تشتهي فعل مضارع مرفوع وعلمة رفع الضم المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر يعافو فعل مضارع مرفوع وعلمة رفع الضم الظاهرة على آخره طيب استخرج ثلاث أحرف العطف الواو الفاء بل بل من حرف العطفة طيب أشكل الجملة المحصورة بين قوسين وتلبس معطفه أو نظارته فتشعر بالوقار والعظمتي هل التعبير أكلت عليها الدهر والشرب غير حقيقي بل هو تعبير مجازي لأن الدهر هو الزمان لا يأكل ولا يشرب في الواقع والمعنى المراد من العبارة أي قدمت وتجاوز أي قدمت وتجاوزها الزمن الوضعية الإدماجية إليك يا أبي إليك يا سندي في هذه الحياة إليك يا من زرعت في طموحا صار يدفعني نحو الأمام إلى مستقبل زاهر إليك أكتب هذه الكلمات في عيد ميلادك الخمسين لتكون لك مني هدية هدية متواضعة أهديك من خلالها قطرة من الخليج وزهرة من بستان الأريج وكلمات حب من قلب البهيج أبعث لك باقات حبي واحترامي وعبارات نابعة من قلبي وإن كان حبر قلمي لا يستطيع التعبير عن مشاعري نحوك فمشاعري أكبر من أن أسطرها على الورق ولكني لا أملك إلا أن أدعو الله عز وجل أن يبطيك ذخرا لنا ولا يحرمنا ينبع حبك وحنانك أبي العزيز أنت أعظم من في الوجود وأنت الكرامة والكبرياء أنت مثل الأعلى في الحياة أنت مالك قلبي وروحي أنت بعيني كل الضياء أنت بحر الحنان الكبير أنت النقاء وأنت الصفاء أنت النور الذي يضيء حياتي والنبع الذي يروي غليلي فما أجملك حين تبتسم يا أبي حين تبتسم أحس بأن كل الدنيا من حول رائعة وجميلة وبأن السعادة والخير يشع على جميع أرجاء العالم فيا لروعة بشاشتك كيف أبرك كيف أبرك وقد كان البر منك ابتداء وأما حين تتحدث فكم يسحرني بيانك وكم تطربني حلاوة لسانك وصدق عواطفك وحنانك الفيار والد الحبيب ثق أنه لن يضيع ما علمتني إياه ولن يذهب سودا ما وضعته في نفسي من ببادئ وفضائل سأظل دوما ابنك الذي يحق لك أن تفخر به ولن أخيب ظنك بي ما حييت إن شاء الله أبي الغالي إن اللسان لا يعدز عن التعبير وإن الطفل لا يقصر عن التفكير وإن العقل لا يقصر عن التفكير ولكن القلب والله لا ممتلئ بحبك ولو كنت أملك يا أبي أن أهديك قلبي لنزعته من صدري وقدمته إليك ولو كنت أملك أن أهديك عمري لسجلت أيام كلها باسمك ولكن لا أملك سوى هذه الكلمات القليلة من صادق التعبيرات فلتكن هي هدية إليك في عيد ميلادك فلتقبلها مني بكرمك المعهود يا أبي والسلام ابنك البعر بارك الله فيكم في الآخر لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا